مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم غو كانفو مع حاتم المرابط حلقة زعزع اليوم مخصصة إلى بوق من أبواق الصرف الصحي التي تدس العسل مع السم خديجة بن قنة عندها اسم عائلي قريب من المهمة التي تقوم بها فإذا حيدنا نقطة وضفنا حرف على الاسم العائلي ديالها فهي بالأحرى سيكون اسمها خديجة بن الفتنة ماشي بن قنة أنا حاجة وحدة لم أبغا تشتفهم لي المغاربة هي لكي يهجم الجزائر أو كينتاك دواف لهم كامل حقوق لأن الجزائر تسلح وتأوي وتساند عصابات البوليزاريو لكي يقتلوا المغاربة جنودا وشعبا وهذا شيء يعطينا الحق نهجمها لأنها تعتبر بالنسبة للمغاربة عدوة للأمن القومي والإقليمي في المنطقة أريد أن نوجه رسالة لبعض المؤثرين الجزائريين أصحاب شعب واحد في بلدين ونحن إخوة وخاطنة بوليتيك هذه الساعة المغاربة ممثاليين لكي يدروا الأخوة مع شعب آخر نهار النظام الجزائري والمساندين من الشعب يحبسوا الفتنة لهم تساعد نشوفوا واشغنسة وهذه العقود كاملة من العداء لكل ما هو مغربي أو لا فانتم به التقرب من المغاربة رأيكم تساعدوا النظام العسكري ديالكم وكتحاولوا تنقصوا الضغط عليه إذا انتخاطك البوليتيك نحن كلنا بوليتيك عزيزة علينا البوليتيك ونموتوا على المخزن وأكبر دليل هو أن إعلامكم يهاجم المخزن لكن ما الذي يردع لدولكم والإعلامكم الشعب المغربي هو الذي يردع لكم والمخزن منخلكم لأننا والنظام واحد بنت الفتنة قرأت وخذت ديبلوم في الصحافة من جامعة الجزائر في سنة 1988 قدرت مباشرة في سنة 1989 تدريب في المعهد الفرنسي CFJ في باريس أيضا خذت شهادة في الإنتاج التلفزيوني في معهد سيرنيا في العاصمة الفرنسية باريس سنة 1993 خدمات كصحفية ومحققة أخبار في التلفزة الجزائرية من 1986 حتى سنة 1990 من 1990 ل 1994 ولت مقدمة أخبار رئيسية في التلفزة الجزائرية ومن بعد خدمات من 1995 إلى سنة 1997 في القسم العربي للإذاعة السويسرية في أوروبا والتحقت بقانات الجزيرة في سنة 1996 هناك بلنا أنها عندها تقافة أجنبية فرنسية بحكم تجربتها ودراسة في فرنسا هذا الأمر لم أذكرت أو احتشرت لي ولو بالتنميح مثلا على أنها درت تكوين ديالا في الصحافة في فضل فرنسا وعلى أن فرنسا لها فضل كبير عليها فشكة هاجمية فرنسا فقط كتهاجمة لأنها مناصر الإخوان وخاصة عندما يتعلق الأمر بأرضك أيضا مني كنشوفوا السيرة الذاتية ديالا السيداء ديك يظهرين على أنها اشتغلت في الإعلام الرسمي الجزائري من سنة 1990 إلى 1994 يعني اشتغلت لأكثر من ثلاث سنوات هي كتغطي مذابح النظام الجزائري لإقترفة حق الشعب الجزائري في العشرية السوداء هنا هي المبادئ ديالك في الفضحة للقمع والتقتيل للنظام العسكري في العشرية السوداء لانتك انت عنصر موهم في الإعلام الرسمي ديالك كيف تجرؤ بنت الفتنة مثلا على اتهام نظام العسكر في مصر بالتقتيل والقمعوية مع مرة كتبات أو اعطات المتتبعين ديالا وجهة النظر ديالا على ما شفتوا على كيفاش كانت كدار القناة الجزائرية اللي كانت فيها هي مقدمة أخبار رئيسية وأيضا محررة ديال الأخبار شحال من مرة كتبات في التغطية ديالا على النظام الجزائري في العشرية السوداء شحال من مرة متنعات على قول حقيقة علاش بكل بساطة ما حاولت تشتغرب الفرنسا مثلا وترفض انها تكون عنصر فعال وتساعد النظام في قتل وقمع الشعب ديالا عن طريق التضليل الإعلاني علاش إلى يومنا هذا ما عمرك سبات على هذا الموضوع علاش مدارت مذكيرات كتفضح طريقة تسيير القناة الرسمية الجزائرية في العشرية السوداء مثلا يكذب عندهم الجزائر الجديدة والعصابة كاملة راه في السجون على حسب القول ديالا أنسيت بكثير من العصابة لا يبقوا في السجون ولو يخرجوا مثلا جنرال توفيق وغيرها فعلا إنها الجزائر الجديدة التي تعيد نفسها كل مرة من 1992 الجزائرية خديجة بن الفتنة التي في الجزيرة القطرية والتي دائما لا تخلق الجدل ضد المغرب بالمنشورات ديالا على الفيسبوك أو تويتر والتي لا تعرف بكثير من الناس هو أنه من غير مواقع التواصل الاجتماعي اللي دائما لا تستفز في المغاربة فهي أيضا دائما لا تهمش المغرب في الحوارات ديالا في قناة الجزائر كنت تكلم عن الحوارات لأنه في الحوار لكن الشط يكون عنده واحد الهامش من الحرية يقدر يوجد أفكار دياله ويقدر أيضا يقول بكثير الحواج أما في نشرة الأخبار فهي تكون مجرد قارئة ويفرض عليها أنها تهدر على المغرب مثلا فمثلا إلا لحظت معي جميعا كل الحوارات ديالا الأخيرة في القضية الليبية فهي تجاهل فيها تماما كل ما يقوم بها المغرب في الوساطة الليبية ومكة ذكره وكتشكر مثلا دول أخرى كالجزائر والتونس لما عندهم حتى دور في القضية الليبية بحل المغرب ووصلت بها الوقاعة واحد مرة أنها تقمع واحد ضيف عندها ليبي فقام بشكر المغرب على الجدية دياله والوساطة دياله المهمة لدار في بوزنيقة وبصرعة وجهة سؤال آخر ضيف آخر ومخلته يكمل ومقدرة التعقب على الفكرة هنا تبلين على أنها خلفية معادية للمغرب في المجال السياسي وعلى أنها مجندة لخدمة كبرانات فرنسا باستعمال المناصة القطرية الأشهر عربيا وإفريقيا أما دكشي اللي كتروش في مواقع التواصل إشماعي فهو كيف ضح وكيف ضح موالاتها النظام العسكري الجزائري والمذهش هو أنه بن الفتنة من أشراس المتهجمين والمنتقدين للنظام العسكري في مصر لأنه در انقلاب على الإخوة فكيف يعقل العاقل أن يتقبل من صحفية في الجزائر أنه تهاجم مثلا نظام العسكري في بلد وفي نفس الوقت من يكون تساعد النظام العسكري في البلد هذا شيء عنده وصف واحد هو النفاق بحال مثلا إلا حاتم المرابط تخرج لكم شي نهار بشي حلقة وعادي فيها النظام الملاكي وطبيعة النظام الملاكي في بلد آخر وفي نفس الوقت أنا من أكبر المساندين الملاكية في بلادي المغرب فالناس ستصدم وستنعتني بالمنافق والكداب والمرتزل وهذه أوصاف كتنطابق على الفتنة بالفتنة تثبت نجومية بفضل بعد تدخلت اللي دارت في حرب غزة مع إسرائيل خاصة فش كانت تصادف المسؤولين العسكريين الإسرائيليين فالعالم العربي والمغربي تعاطف معها بزد زادت التعاطف فش يشوفوها منتقدة للأنظمة العسكرية في مصر وسوريا وبعض الدول والأنظمة الخليجية المعادية لقطر زادت أيضا النجومية ديالها فشولت كتدافع على المرأة العربية والمغاربية اشتارت أكثر فشدرت الحجب الخاطر في الأمر هو أن هذا النوع من الإعلاميين دائما ما يشكرون المغرب والمغاربة لكن فقط في الأمور اللي بعيدة للسياسة فمثلا ستتكلم بزيان على شي نابغة أو عالم مغربي بحال مثلا المهدي المنجرة وعلى ذكر النابغة المرحومة المهدي المنجرة واحد مرة كتبت على أنه نابغة وأنه توقع بذلك شي كامل لكي ترى لنادابة حاليا قبل عشرات سن والمضحك في الأمر أنها كتبت أنها كانت بغدت تصدفه ولكنه رفض وكتبت بحجة على أنه متحفظ معرفت صراحة أنه الله يرحمه وتبارك الله عليه كان متوقع أنها ستكون هذه السيدات منافقة وكتعامل بحال الحربة لأن المهدي المنجرة لم تكن متحفظ كان متواضع جدا وكانت شارك حتى في الجمعيات والمؤتمرات الصغار غير هو يشارك مع الناس لكي تقفيهم بحالك يا خديجة ابن الفتنة وأثبتت الأيام أنه كان على حق فشرفت الدعوة لك وأيضا كانت تشكر علماء أخرين بحال مثلا العالم اليزامي المغربي أو أن ساندات المغرب طلب تنظيم كأس العالم ويأتيك يخلي بثاف المغاربة يغلطوا فيها ويتبعوها ويشجعوها وعندها عدد كبير المغاربة في صفحة لها التي فيها أكثر من 11 مليون عربي ومغاربي كصحفية في منبر الجزيرة يجب أن تكون محايدة خاصة في المواقع التواصل الشمال كمغربي نستطيع أن نفهم على أن القناة تفرض عليك أجندة سياسية وهذا شيء متداول ومفهوم لكن ما سوف نسعبه هو أن تستغل الشهرة مع الجزيرة لكي تعادل المغرب والمغاربة بحساباتك الخاصة في مواقع التواصل الشمال هذه الصحفية كانت من الأول التي نشرت الصورة المفبركة عن وشاح القطر التي كانت هذه المالك محمد السادس نصراولا والتي خلقت به نزاع ومشاكل كبيرة بين المغرب ودول كثيرة في الخالج هي دائما لا تهجم المغرب لكن بطريقة دستهم في العسل تدخلت في هوية المغرب أيضا والمغاربة فأشكالت المغرب بلد عربي أحب من أحب وكاره من كاره والتدخل هذه ألف شؤون لا يعنيها بين على أنه عند تفكير قمعي وإقصائي تفكرنا غير في كذبون فأشكال عندنا أحسن منظومة صحية في إفريقيا أحب من أحب وكاره من كاره ونسيت على أن المغرب أولا دولة مسلمة أمازيغية عربية والمغربية تجمعها ثلاثة في نفس الوقت وما تفرقش بناتهم لكن هي كما العادة حول تدير الفتنة في المغرب المغرب أولا من الصعب تفرق بين أمازيغي وعربي لأننا تخلطنا ولنخوتك نعيش كابلين ومتحدين فنحن أولا مغاربة قبل كل شيء نكونوا أمازيغيين نكونوا عرب نكونوا صحراويين نكونوا شماليين نكونوا دكاليين نكونوا مراكشيين الكلمة التي توحدنا هي مغاربة فإذا سألت أي واحد ما أصلك دائما سيقولك مغربي ومغربي المهم دائما ما تدخل في أمور لا تعنيها وأثارت أيضا جدد وفتنة كبيرة في سرقة التراث والقفطان المغربي من الجزائريين وهي معروفة أنها تسرق بكثة الصور ومعروفة المقالات كما ترون هنا من الناس خرين تنشرهم على أساسية التي كتبتهم أو هي العلقات على ذلك الصور المهم أنتم مراكم متابعين كل شيء سنحاولون نسلطوا الضوء عليها أكثر وعلى آخر تدخلات ديالها كان واحد من المنشر المؤخرا ديالها قرروا أنهم يفتحوا قنصلية في المغرب ويسندوا المغرب وهاجماتهم مكتبات الإمارات تفتح قنصلية في مدينة العيون الصحراوية افتتاح قنصلية في مكان لا يوجد فيه مواطن إماراتي واحد تراه الجزائر حسب مراقبين قريبين من السلطة أنه خطوة تهديف إلى محاصرة الجزائر في سياق تطبيع مع إسرائيل هذه التدوينة من بعد ضغوطات لتلقاتها مسحات ضغوطات مغربية وأيضا ضغوطات قطرية أولا اكتبت العيون الصحراوية ومشي العيون المغربية هنا تكمل خطورة للناس سوف يرون غير انتقاد الإمارات ولا يرون أن تكرس المغالطات كبيرة وطريقة مسمومة في العيون الصحراوية والانتقاد الغياب بالإماراتيين هو نفس الانتقاد الذي يستعملون المسؤولين الجزائريين والإعلام الجزائري وانا لم اتصدمت فشفت هذا المنشور لأنني عارف النوايا دياله ليس حالي وفايت ليدرت عليها هي وذلك الميكي الذي نضحه الذي يحتوق الدم في الجزيرة حلقة لهم لكن اتصدمت فشفت بأن الفتنة تشهد بالمخل الأفاندي الذي يضحكوا عليه في القناة لما يجمع بالمذيعة بنت الأحبة التي تدرغي المعادسة المغرب هذا الجوج رأتي مرسو العهر الإعلامي ولا يلق ببنت الفتنة أن تشهد بهم وكذلك من الخرنة مرة أخرى أدخلك في مسألة تخص شؤون داخلية مغربية إماراتية أعتبر أن المغاربة في هذه المنطقة من أقادر مثلا أو من العيون أو من الدخل المغربية من الذين يريدون أن يسافروا الإمارات أو يهاجروا الإمارات يجب أن تكرفسهم مثل لو احتل القنصلية الإمارات في الرباط فهي تكرفسهم لكي يقوموا الوراقهم وكي يقوموا بزد الأمور فقنصلية في الصحراء المغربية ستسهل المأمورية الكثير من الناس أعتبر أيضا أن القنصلية قد تسهل استقطاب مستثمرين إماراتيين في الصحراء المغربية وفي الغرب الإفريقي المهمة هذا الموضوع بعيدا وليس يخصصك كجزائرية ومرة أخرى ونظرت عليه في الجزيرة كنت ستفهموا الوضع يعني قلوا بأنهم فرضوا عليك أو فرضوا عليك أنك يتضرر في هذا الموضوع لكن من أنك تضرر من حسابك الشخصي فهذا أمر يعني أنك الجزائرية تتدخلين في ما لا يعنيك ونذابك أن تسأل لماذا بنت الفتنة لا تدوينها مثلا أنت تنتقد فيها قطر لأنها دعمات المغرب دعم كامل في تطهير معبر الجرغيرات ونسأل أكثر فنرى قطر ستفتح قنصلية في العيون المغربية وردة الفعل بنت الفتنة فهل يتورمني ستفتح قطر وماذا بنت الفتنة ستجرأ على الكفيل وتكتب لا يوجد في القطر واحد في العيون أو في الصحراء المغربية أم أنها ستفتح قطر ستحنى الراس وتقول العمزين بنت الفتنة هي بوق للكبرانات كتربح الود لكي تبقى معهم جيدا وننسى أن عبد المجيد كذبون ورئيسة حاليا كان فيها كان وزير الساكن كان تمتت في الجزائر لنقص هذا كذلك هذا صعب هذا صعب الآن نفكر هذه الأزمة كما قالت هذه بنت الفتنة وفرحنا بها والله لا يردها في الجزيرة البيترول أحبط باي باي السنة الاجتماعية في الجزائر الله لا يردك بعد ذلك الوقت أخوتي جزيرة كان تعطي آلاتك والدق للجزائر لكن مؤخرا ما يكون عليهم والجزائر تفضحات في الحراك فأيما لم تكن تغطية كما تديرها في مصر فمثلا يمكن أن يخرج عشرات الناس في مصر ستجد الجزيرة بات مباشرة وبنت الفتنة تغطية كبيرة وتدخل وتعطي آراء ولكن من عندما يخرج عشرات الآلاف في الحراك الجزائري ستجد بنت الفتنة ضرب الطم والجزيرة ضرب الطم وتعطي آراء بالمنموس على أن بنت الفتنة هي مجرد بوق تابع لسياسة القناة والقطاريين لذلك يعطيه أمر لتهاجم الجزائر أو المغرب لذلك يقول ومن المرجح أن بنت الفتنة صحبات تدوينها بخصوص العيون أو فتح الإمارات في العيون هذا الأمر سيكون لديه علاقة أيضا من غير الضغط المغربي سيكون لديه علاقة بالضغط قطري لأن قطار الناوية ستفتح حنصولية في المغرب إن شاء الله بنت الفتنة في الزواجية الموقف المعتاد عندها دار تدوينها كتروج على أن المغرب سيطبع مع إسرائيل بمساعدة إماراتية والغريب في الأمر أنها استشهدت مرة أخرى بمصدر إسرائيلي فالشخص الذي ينتقل تطبيعك يستشهد مصدر إسرائيلي وهذا هو الحماق وفهمت المهمية ككل مساند للإخوان أي حاجة سيطبع الإمارات أولا فينا هو التطبيع المغربي الإسرائيلي كثير من سنة ونصف أنتم تقولون أن سيطبعوا مع إسرائيل على صحراء المغربية لا تطبيع لا تطبيع لا تطبيع لا تطبيع هناك مصادر الإسرائيلية وماذا كان عربي ومسلم يستشهد مصادر إسرائيلية كتروجوا الهرطاقات بحلق بحلق قناة النهار والشروق والوكالة الرسمية على الجزائر والوقت والزمان يكذبكم بالملموس وفي تدوينة أخرى كتبت في المغرب يركب قطار تطبيع على خجل فإذا قال المقصد بناصر بوريطا أنه لا يمكننا أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين ومرة أخرى عندما رفع العالم الإسرائيلي في قطر لم تتجرأ بنت الفتنة على التدوين مثلا لتقول قطر تركب قطار تطبيع على خجل لأنها خايفة تفقد المنصب دياله لماذا عمرك انتقتي مثلا بيع الغاز الجزائري لإسرائيل عن طريق مصر بأسعار جد من خفضة ولماذا عمرنا أنك تنتقذ رفع العالم الإسرائيلي في مسابقة رياضية داخل قطر واذا رفع العالم الإسرائيلي داخل قطر لم تتسمى تطبيع ولماذا تضربي الطم ولم تسمعك أنا كنكره هذا النفاق بحال هذه النتائج يأما تنتقذ مباشرة وتبقى على المبادئ يأما تسكت وتكون وتقول العمزين وكيف يعقل أنك تنتقذ تطبيع مع إسرائيل وانت تذهب لها وتسافر لها وعندك ختم إسرائيلي على جواز سفر لماذا قدرت زيارة لإسرائيل ولماذا تقبل بإستضافة مسؤولين عسكريين على القناة وعلى البرنامج وشهده ماشي تطبيع كون ما كنت تتعامل كالحرباء في نفس المواقف ما كنا نقوله الكوالو وخات عادي المغرب لأنك ما ستزيد وما ستنقصي المغرب حتى شيء حاجة تقومون بحور قبل منك المدة كثيرة من 45 سنة ومصوره ونحن نتصنى بفارغ الصبر انتقادك القطر لن تفتح قنصورية في العيون المغربية وقل لي يا بنت الفتنة كيف تكون على خاطرك وانت تقدمي نشرات وتتحدث مع الصحفي والزاميل الذي اسمته جمال ريان هذا جمال ريان هو الصديق الحميم من صاحب قناة عرب تايمز الذي دائما كانت تتكلم عن العرض وكانت تدرب الكثير من الفيديوهات سنشرهم ولكن نحاول ندرك بعض الكلمات في هذه القناة احترام الناس الذي تتفرجوا في هذا الفيديو وكيفاش قال انه كانوا يصورو لك مناطق حساسة من جسن ذلك في الأسوية مسكيني لخديدة بن جنة مرة في احد البرامج يصوروها من تحت إلا هي اللابس احترام البنطلون محسر تحسير انت تلاحب في كثير بتلاقي محجبات لكني محجبة ولابس حجام وعاملة هيك ولابسيت لك بنطلون كابوي فعلا لا لديك نفس خبيثة تحتاجها غير في معادات المغرب مؤخرا تدوينك في المغاربة بعيد الاستقلال وكما عادتها ضروري ما يسمى الحقد وزادت من رأسها عندما حصل المغرب على الاستقلال كامل لأراضيه اشارة واضحة لأن المنطقة التي كانت مستعمرة إسبانية كانت مغربية كانت مطورة ودكية لكن كائن فرق بين الدكاء والخبط والمغاربة كانت مغربية ليس عبا على صحفية لا تكون عارفة أن المغرب قسم في مؤتمر بيرلين بين إسبانيا وفرنسا وعلى أن المغرب اختل الاستقلال على مراحل لأنها ليس بحل الجزائر التي انشأتها فرنسا في 1962 كانت إمبراطورية وتقسمنا بين المستعمرين كانت طنجة منطقة دولية كانت إسبانيا كانت فرنسا وكانت إسبانيا في الجنوب وماذا أن شاء الله مراحل أخرى في استرجاع الأراضي المغرب والذي فيها الصحراء الشرقية المحتلة وسبتهم من اليوم بعض الجزار المحتلة فأنا أدعو بنت الفتنة أن تقوم بمجهود وتطالع على تاريخ المنطقة وتنسى مقرارات البوخ الروبية التي قرأت فيها فإن كانت صغيرة لكي أعرفها منافقة هذا هو فيديو مع راشيد نغاز ولكن من أن تسجن وتقمع مسحاته من ذاكرة بحل ما كانت ولا تتذكره أو تنتقد النظام العسكري أو تطالب بالإفراج كما تقوم بمثلا مع السيسي أو السعودية أو الإمارات هذا راشيد نغاز ستقول لي هو معادل المغرب أنا أعرف ولكن هنا نفتح الموقف الجابان من السيدة التي تعرفها والذي حاليا مهتقل بدون جريمة ومع مرة تجرأت أن تنتقد النظام العسكري أو طلب النظام العسكري بنت الفتنة تردد الأفكار المغلوطة من النظام العسكري فهي تحاول تخوف الجزائرين على أن الجزائر محاصرة وعلى أن إسرائيل تحيط بها بحالة بنصديرة ووكلة الأنباء وزيتوت ومعارض تردد الأطروحة في الشرق والنهار والكبرانات في فرنسا أيضا تردد كل الأكاديب والأطروحات من الاستشهاد من الجزائرين وفرنسا وغيرهم من الهرتقة هي بكل بساطة درست ونهالت من السم البخ الروبي منذ صغارها لشوه التاريخ المنطقة وشوه هوية الجزائري سنكتفيه بعد القدر لكي نقله الباقي المرة المقبلة لأننا نتوقع أن هذه المنافقة مازال ستهاجم المغرب مرة أخرى بالطريقة